ترجمة نانسي قنقر 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 أكيد في كذا حتة بس هي على فكرة في نفس الآية وتكون الرئاس على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم يا مناس في الدنيا يحصل حاجة الظروف تنزل حياتهم تنزل والدبرشن يجي وكل حاجة تيجي لكن لو إحنا بصين على رئيس السلام وهو فعلا الرئيس بتاعنا هو اللي يقدر يدينا السلام صح مين في الكتاب فكروا معي مين في الكتاب الظروف صعبة والظروف تجيب حالات نفسية بقس بصراحة لكن كان ناجح في كل حاجة أول واحد يجي في بلنا يوسف أعتقد يعني الخدام كلهم بيقولوا أي دكتور نفسي لو أخذ الورق وقلب ده معرفش بايبولر هيطل عيد لحاجة كيرة خالص لكن كان إيه كان بينظر كان شايف وكان رئيس السلام مديله سلام وبعدين رئيس ايه تاني تفتكروا اه دي حلوة دي رئيس الخلاص لأنه دفع التمن رئيس خلاصهم عبرانين اتنين عشر أنا عجبتني أول آيات فقط نقرأ الآيات مش عايزة طول عليكم عبرانين تعلم الطعام مما تقلم به وإحنا كمان الواحد كل واحد بابا مرة كان بيقول لي كل واحد في الحياة ليه قدر معين من الألام بيكملها عشان ربنا يشكل فيه بيكمل الدهب الألماص كل ما الجم تطلع تبقى تدخل فيه في النار إحنا كثير لا إحنا عزين ملك إحنا عزين زي اليهود إحنا عزين تيجي تخلصنا ونسود ونبقى حاجة فظيعة جدا لكن هو ما جايش كده عارفين هو جاي إيه لما جوم قالوا له نريد النار يسوع عارفين قال لفلوبوس إيه إيه وراهم المثل إيه قال لهم حبة الحنطة لو حصلها إيه لم تموت هي دي الألام أنا جاي أكمل عشان تأتي بإيه يا فرحتي لو أنا معاي حبة كده جميلة بص أنا معاي حبة الحنطة دي جميق أنا أخليها أخليها جميلة ومش عايزها يحصلها مش حصل مش أجيب منها ولا حاجة ويا ما إحنا ويا ما أنا فبعايزة لا لا يعني يا رب كده كفية خلص مش عايزة تألم لكن في تكملة معينة الواحد لازم بيكملها وهو وهو ده رئيس الخلاص هو أكمل على فكرة هو أكمل فإحنا عشان إحنا نكمل ونتمم خلاصنا إحنا كمان بإيه بخوف ورعدة طيب رئيس إيه تاني أنا مش عايزة أطول عليك رئيس إيه تاني آه دي فضيعة دي في الإنجلش بيقوله أوكسي موران أوكسي موران يعني جملتين ضد بعض لو طلعنا الآية رئيس الحياة آه تانكيو أعمال 3.15 هتكتشفوها من أول أربع كلمات يلا حد يراها لا أعمال 3.15 إزاي ورئيس الحياة عملتوا بإيه الله وأنت لسه بتقول رئيس الحياة رئيس الحياة قتلتموه بالزفت قتلت إزاي ليه قتلتموه لأن إيه لأن هذه ساعتكم وهو ده إيه سلطان على فكرة الشيطان إيه جمعوا سلطان لا مش سلطين معرفش عنده سلط كذا سلطان سلطات شكرا عنده كذا سلطة شكرا شكرا واحدة منهم هزيه ساعتكم وإيه وسلطان الظلمة وده سؤال من الأسئلة واحد حاجة منهم فبيحصل أن ربنا بيدي سلطان للظلمة ويتبقى الدنيا ظلمة جدا بس على فكرة لو أنت لو أنت جواك النور لو أنت جواك الحياة تخفيش تخفيش حتى لو فيه ظلمة لكن فيه حياة فيه حياة مع المسيح لأن المسيح لا يقدرش الموت يقدر يمسكه لأنه برضو من من سلطة الشيطان حاجة من سلطة الشيطان أنه هو بيقول ليه سلطان الموت لكن عمل إيه المسيح في السلطان ده أباد بإيه بالموت سلطان الموت فنقدر نقف دلوقتي نقول إيه أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي ما فيش حاجة لها سلطان علينا بس لازم إحنا نعمل إيه نتمسك به لازم نقوله أنت الرئيس بتاعي لكن أو للأسف يعني كثير بن 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 نضعف بن نسقل بهموم الحياة ما بنبص للسحابة الشهود دي ما بنبص للرئيس الإيمان ما بنبص للرئيس الخلاص بنفتكر أن الحياة سهلة وكل اللي نحن عايزين لازم يمشي والخطة اللي أنا عملها في حياتي فنعمل ايه بنقى صح طيب آه آه دي جميلة أو نحن نخدم يعني نخدم بها الرئاسات بتاعت الرئيس الرعاة أعتقد أما جيت أفكر في الرئيس الرعاة دي يعني مش أنا ما قدرش أحط النفسي خالص لكن أعتقد الرعاية دي من أصعب الحاجات والمسيح لما جسأ البطرس قال له أتحبني ارعى غنم الرعاية دي فيها ساكرفايس فيها تضحية كتيرة جدا فيها إن الإنسان يحط نفسه الوراء وفي آية جميلة جدا في اللوء 12 42 تقررنا 42 تقررنا please yes ليس ليعطيهم العلوفة في بيرعى وفي أي وقت يقدر يأكل أنا مقدرش يعني يظن لو تجدوا لي في أي وقت ما وعدكوش أن يكون عندي أكل في بيتي لكن العبد الأمين الحكيم لازم يكون عنده ولازم وده معناها الأكل منكلم على الأكل إيه الأكل الروحي الراعي لازم يبقى هو المروي أيضا لازم الواحد يتروي من كلمة ربنا الراعي هو رئيس الرعاة خلينا نقرأ فين في بطرس الأولى خمسة عشان بس نعرف الآيات بالزبط فين عشان نعرف إزاي حاجة صعبة جداً الرعاية دي من اتنين لأربعة رهنة طيب ارعوا رعية الله التي بينكم نذاراً لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى على فكرة لو كان المسيح اكتسب هذه الرئاسة هي لي لكن هو اكتسب فكم بالحرق إحنا يعني إحنا الجهاد إزاي محتاجين نجاهد في حياتنا دي عشان نكتسب أكليل فهو بيقول ارعوا بنشاط مش لا مش النهاردة يعني آه يوم الحد أشوفكم كويس لكن يوم تاني لا كلام صعب اعتقد يعني ربنا يدينا كلنا إن في حينه بنشاط ولا لربح ولا كمان يسود فيه ناس بترعى لأنها عايزة تسود عايزة تظهر لا أنا عملت أنا قلت التأمل ده أنا مش كده خالص ولا كمان يسود على الأنصبة بل صائرين ايه أمثلة للرعية اعتقد من أصعب الحاجات الإنسان يتكلم بحياته يقولك انت عرفت الشخص ده عشرته شوفه بيتعامل مع الناس زي في بيته في الكلوسس بيبول لي بيعمل الواحده بيعمل ايه دي حاجة كلنا كل واحد يجاو فيها يعني بينه وبين نفسه وبعدين السؤال اللي أنا مش عارفة يعني ما عرفتش جاوبه بصراحة هو سهل جدا بس هي بعد ما قالت عددي الرئاسات واحنا اه في واحد في حاجة تاني ما قلناهاش الرئاسات كتيرة جدا مليا عبرانين رئيس الإيمان قلناها ياس في عبرانين صح رئيس كهنة رئيس كهنة أنا لو عادنا نقرأ كل الايات مش هنخلص يعني لكن انا هقرأ ايا واحدة قصرت فيها جدا وبعد كده هقول لكم السؤال اللي هي يعني مش سؤال عايزة اقول ريتوريكل كوششن يعني مجاوب روح الاية اللي نفسي نقراها في عبرانين اتنين سبعتاشر من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة امينا في ما لله حتى يكفر خطايا الشعب اي رأيكو في رؤساء الكهنة دي نحن بنقرأ في عبرانين اتنين سبعتاشر بتوع العهد يعني في العهد الجديد كانوا رحماء كانوا بيحملوا الناس احمال عسرة وهما كانوا بيشيلوا حاجة منها كانوش بيشيل انت تعمل انت تعمل انت تجيب قربان وكانوا بيعملوا حاجة لكن هو عمل ايه كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء في كل حاجة هنا على فكرة وده الاية القرناه في الفيليبي اخلى نفسه وده حاجة من الاكتساب المجد اللي هو اللي تكثب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومال على الارض علشان مش عشان يسود علي علشان يكون ايه رحيما انا لما عدت قرية دي اعتقد دي ممكن ايمان لو انت ركزتي في الرئيس الكهنة دي هتعملي حوالي تلات تلاف سؤال لان انا طلعت بتلتمية فانتي هتطلعي بتلات تلاف لا بجد حاجة ايات فضيعة بس انا رفقاتا بيكو وبنيتن هنرى الايات دي بس مش عارفة اثرت فيها جدا رئيس كهنة امين وكأن الناس شمت نفسها اخيرا جي واحد يحس بينا اخيرا جي واحد يعرف ضعفنا جي واحد فهم كل حاجة وعالي وفوق لكن متواضع جدا وزي ما التاريمة بتقول اقدر اقول له يا ابويا وبعدين السؤال الجميل ماذا نحتاج بعد كل هذا كسفت انا مش عارف انتو ايه بخاف بخاف ببعلا يا ثقل بيدايقني بتدايق بنسى كلمة ربنا ببعايز الدنيا سهل اه طب ليه ما انا عارفة انا عارفة انه عارفة انه رئيس الامان وعارفة رئيس الخلاص وعارفة انه رئيس جهنة ورحيم وبيعني مش بيسبني ماذا تحتاج هبة بعد كل هذا ويريت انتي تحطي اسمك انا دي حاجة يعني كل واحد انا بعد ما صليت في الاخر انا فكرت في الموضوع ده قلت له يا رب علمني ان الكلمة دي تبقى حية ياسب نحفظها ياسع فينا ودي حاجة جميلة جدا لكن نعيشها وكل يوم كل يوم كل يوم وعشان كده انا ابتديت بن توب قدامك التوبة تعلمني ان انا اجي واركة اقول له يا رب علمني تبقى فعلا انت الرئيس بتاعي لان على فكرة كتير جدا بنحب نبقى احنا رؤساء انفسنا لا احنا قلنا سودي ياسوع في حياتي نفسي معك اي مرتاح فعلا لو هو سيد فعلا علشان مطولش عليكم اخر سؤال اللي هو اه بس في سؤال جميل برضو اين هي مملكة المسيح واحنا جاوبناها قلنا المملكته في القلوب وهو رد كمان وقال مملكتي ليست فنين وحتى بلاطس سأله انت اذا ملك انا انا لو مملكتي من هنا ده كنت جبت جيش وجبت 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 انت فاكر ايه لكن انا انا جاي عشان اعمل ايه حبة الحنطة جاي عشان تعمل ايه عشان تموت عشان تجيب ايه ثمر لان هي دي الحياة لان انا رئيس الحياة انتوا قتلتموني لان انتوا مشيتوا ورا الشيطان اللي هو رئيس العالم لكن انا جاي عايز الثمر انا عايز الثمر وطريق المسيح هو في التواضع طريق العالم في العالي وكل بابا مرة كان قال خدمة قال هنا الواحد يبتدي من بري سكول كيندر جاردن بيعلى 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 كل ما احنا تقدمنا في مدرسة المسيح احنا بالعكس احنا بنبطى بنبطى لانا بنتخيل ان احنا ناس بنموت بنموت عن نفسنا ربنا ربنا يساعدنا اخر سؤال بس هن يعني هنذكرها جدا بسرعة عشان ايه بامينة في في الاسئلة الجميلة دي من الشواهد السابقة عددي انواع السلطات التي يعطيها الله لأولاده وذكر كذا شواهد انا هقولهم لكم يعني نقيت تلاتة منهم سلطان على الارواح نجسة ويشف كل مرض وكل ضعف سلطان لتدوس الحياة والعقارب ولا يضركم شيء والحاجة اللي صارت في سلطان على عشر مدن لانك كنت امينا في ايه في القريب خلينا اللي ربنا مدهولنا هنا نبقى امناء فيه وهو لما يأتمنا هيقدر يعني انا او اي حد عنده اولاد وكلنا عندنا او حتى ما عندناش او بنشتغل مش هنروح ندي لحد حاجة يعني انا سيب ابني انا سايب ابني نيثل مثلا مع عارفة مين مؤتمنة حتى لو بيعاد لك مؤتمنة بنتي معاه لكن لو هي هترمي في الشارع انا مش هسيبه الله صح نفس نفس الحاجة المسيح عايز يقتى منه وهو بعد كده يدينا السلطان ربنا يساعدنا حاضر حاضر اسمقهم يعني ولا بالشواهد حاضر هو رئيس الحياة رئيس الحياة و رئيس الإيمان و رئيس الرعاة و رئيس السلام و رئيس ملوك الارد و رئيس خلاصهم و رئيس كهنا و غفران الخطايا رئيس ايه بجت رئيس خلاصهم خلاص بري نايس لأختي فون زودت لنا حاجة فالشيطان احنا يعني شعيز اختم الشيطان بس انيوي اي تنك قلناهم سلطان الموت هو بس رئيس سلطان الهواء ليس رئيس سلطان الهواء بس انا ندي نفسنا في ايدين ربنا و ملناش حق ان احنا نخاف خالص ان هو رئيس ملوك الارد امين ربنا يدينا الكلمة تبقى حية فينا و فعلا نقول له رب اسكن فينا يعني انا بصلي كل يوم ستدوني من ساعة اليوم اللي كنت قاعدة في ده ان الواحد يبقى خفيف يبقى خفيف و يبقى خفيف يطرح كل حاجة تتقل و تبعده عن ربنا مش قصد يبقى خفيف يعني يخس حلو يخس لكن دي امور تفهة جدا جنب ان الانسان يبقى تقيل جدا لكن يجي خفيف يركع عند الصليب وقول له رب مش عايز اشوف غيرك تواضع و كل ما الواحد قال كل ما بقى خفيف امين انا فكرت زي هيبة كذا هي خافة تقول ان احنا هنقارن ما بين رياسة المسيح و رياسة الشيطان كسفت تقول فقلت مش هنقارن لكن هنفارق وانا فكرت زي هكذا بالظبط قلت ايه الجنون ده هنقارن ما بين مملكة ابليس و مملكة الله هو ابليس اصلا ملك و هو اصلا ليه سلطان ورجعت الورا ورجعت الورا افتكرت الموقف بتاع صامويل لما الناس جم قالوا له وعايزين ملك فقال لهم الرب هو الملك قالوا لا احنا عايزين ملك عايزين ملك زي بقى الناس ملك يطلع قدامنا ويطلع ورانا ويعمل منظر كده ويقول اسمه نتف بي يا جدعان عندكم ملك احسن ملك قالوا لا اعايزين ملك رجع لرب صامويل و هو زعلان قالوا صامويل ما تزعلش هم قالوش لا لي كنت هم قالوا لا لي انا هم رفضوك انت يا صامويل هم رفضوني انا ايايا قد رفضوا ارجع قلهم الملك هيعمل معاهم ايه وبعدين هاتلي رد منه فراح صامويل للناس وقال لهم الملك هياخد بناتكم جواري وهياخد ولادكم يجروا قدام وياخد ولادكم يشتغلوا عنده وياخد ام حكم وغلتكم لنفسه ويعملوا يساوي ايه رأيكم الناس قالوا له ايه قالوا عايزين ملك رغم كل ده عايزين ملك ابليس جاب سلطانه من اين تعرفوا جاب سلطانه من اين من الانسان لما رب اسقط ابليس ابليس ما كانش عنده غير ملايكته والجيش بتاع لكن لما الله خلق ادم بتخيل كده وقاريتها في كتاب قلتي ممكن تكون قريبة للي حصل ابليس جيه للرب وقال له ارهنك ان الانسان ما يحبكش رح رب قال له ارهنك يا ابليس الانسان يحبني رح قال له ارهنك انه ما يحبكش لنفسك يحبك عشان خيرك قالوا انا كمان ارهنك ان الانسان يحبني عشاني مش عشان اي حاجة تبعي قال له ماشي ونزل ابليس عمل ايه وقع ادم من هنا ابليس لما ادم قص سقط وسمع كلامه هو وحوا خاد سلطانه بقليل حق السلطان كان لمن في الاصل الرب اديه لمن لآدم قال له ادم لي كل السلطان اتسلط على الارض وعملها وعمل كل اللي انت عايزه لما ابليس جيه وقع ادم بقى هو ليه الحق ياخد السلطان بقى ابليس ليه السلطان عشان كده لما قال للرب يسوع المسيح في التجربة اليه قد دفع وانا اعطيه لمن اريد ممكن يكون كذاب صحيح وقابو كل كذاب لان احنا نفهم شو كان بلمح لايه بس هو خد السلطان ده من آدم ومازال بياخده من كل واحدة فينا للنهارض لما ببص لآدم بقول آدم مجنون لكن لما ببص نفسي بقول ست المجنين لانا بتديله السلطان بتاعه كل يوم ابليس ما يقدرش ياخد اي سلطان غلمانة الدهول خاصة في العهد الجديد انا قعدت تسأل نفسي ابليس خد السلطان في العهد القديم وبقى ليه سلطان فعلا وليه مملكة كبيرة يحكي عنها دانيال ويحكي عنها بولس لما قال ان مصارعاتنا ليست مع دم ولحم لكن مع رؤساء مع سلطين مع مؤولاء مع اجناد الشر الروحية عددهم كده وقال الرطب بتاعتهم ليه مملكة ومملكة ضخمة جدا ايه 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 وساب ابليس وقال له ارهناك يا ابليس وكمن انت وقعت ادم لكن نشوف طلع في العهد القديم ناس زي الفل حبت ربنا من كل قلبها عشان ربنا ايوب مثلا لما جه ابليس لقدام الرب في محضر الرب وقال له هو ببلاش ايوب يلتقيك انت عشان مساجح حوالين حوالين ولاده حوالين كل ما له رحاله طب بص يا شيطان يعني اعمل انت عايزه في ايدك بس نفسه ما تجيش ناحيته نزل ابليس وعمل مع ايوب بكل اللي احنا عارفين يعني وقع بكل اللي الايوب ضمنهم ولاده وبعدين ضربوا بقرح من هامة راسه لرجليه وشوفنا ايوب في كل حياته صحيح ابتدى يتكلم شوية بقلبه ولعن اليوم اللي تولد فيه لكن ما نسابشه لرب حماق لما رجع له بعد ما موت ولاده وخد ماله قال له شفت ايوب رغم انك ضربت كل اللي لكن لسه بيضطقيني قال له تبص بقى هو جسمه لو ضربت لك جسمه اتضرب جسم ايوب لكن نهاية القصة نلاقي ان ايوب شايف الرب ورب احسن لاخرته جدا لكن ايوب ما نسابشه حماق ده كان من ضمن الناس اللي الرب راهن عليهم وقال لابليس هيحبوني عشاني مش عشان خيري يا ابليس ناس كتيرة بقى ناس كتيرة طالعت حبة الرب جدا جدا رغم كل الواقع واحد زي يوسف كل الواقع بتاعه كان ما يقولش اي امل ما يقولش اي حاجة كويس لكن فضل يوسف متمسك بالرب وهو في احلك الظروف حب الرب عشان الرب دانيال حب الرب عشان الرب داود رغم انه غلط في نص لكن حب الرب عشان الناس كتير حبت الرب عشانه جه الرب في الصليب رب كان عايز يسترد سلطان ابليس اللي اخده دا ويعتبر اخده بقى حقي لان الانسان سمع له يتقال في الصليب ان الرب جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه فانا باسأل وحتى سألت بابا جوه الاسيس بقول له ايه الفرق روحيا انا عارفة انه الفرق انه ابليس ما بقاش رايز فصبعد الصليب الرب جه مات علشان يسترد ويفضل انسان من الخطيئة من الوقع اللي وقحها ففعلا فداه واسترد من ابليس وشال الرتب بتاعت ابليس وقال له ما فيش سلطان تاني بعد كده على الانسان انت كده خدت حقك دا روحيا ابليس بقى بالنسبة لنا احنا في العهد الجديد بلا سلطان لكن واقعيا احنا بنعيش دا ولا لا انا لغاية النهاردة مش فاهمها انا فكرت فيها اكت يا رب ايه الفرق ما بين قبل الصليب وبعد الصليب فيه فرق جبير جدا ابليس قبل الصليب كان ليه سلطان بقى حقيا دلوقتي منهور سلطان يا رب قال اعطيتكم سلطانة ان تدوسوا الحياة والعقالب وكل قوة العدو لينا بعد الصليب لكن واقعيا احنا بنعيش اين واقعين ابليس كاسد لكن هو مش اسد ريس بس هو مش ريس علينا لكن لما بنديله مساحة بيبقى ريس علينا نفس القانون ساير لما انا بنديله مساحة في حياتي ابليس بيملك علي وبيسود علي انا نفسي بصلي معاك و بقول يا رب افتح حناي عشان افهم اللي بيحصل عارفين رب يسوع المسيح نفسه وقالها انه اسهل لنا نفهم سلطان ابليس من احنا نفهم سلطان الله للاسف الشريط يقول بولي السنانة بصلي وبحن ركبتيا وبتضرع عشانكم عشان تفهموا عشان الله يعني لكم ايه امور الله و ايه سلطان الله و ازاي تمتلقوا لكل ملء الله و ازاي تعيشوا حالتكم كابناء الله يعني ايه انتو خدتوا سلطان تكونوا اولاد الله لكن سلطان ابليس مش بلاقي صعوبة نفهم لان هو موجود معانا وموجود فينا ان ده قانون الجسد بيبقى سهل علينا وده انا بقولي الاسف ده غريبة غريبة جدا انه نقدر نفهم السلطان اللي ضد طبعتنا احنا طبعتنا متكونين ان احنا نكون اولاد ربنا متكونين عشان نكون لنا علاقة حبية عميقة شديدة بربنا المفروض ان احنا نفهم ده اسهل صح طبق اروحنا مفتوحة لده اسهل بكتير لكن للأسف بنلاقي ان احنا سهل نفهم السلطان اللي ضد سهل نعمل زي شعب اسرائيل بص احنا عايزين الملك نشوفه بعنيننا وملك نهتفله لكن الرب الملك احنا مش شايفين وزي ما قالوها الهارون زمان لما موسى غاب عنهم اربعين يوم فوق الجبل قالوا له عمل لنا عليها تمشي قدامنا هارون قالوهم الرب اليها كن في وسطيكم قالوا له لا احنا عايزين عليها نشوفها بعنيننا تكون وسطينا زي بقية الشعوب فانا بصد لي بقول يا رب ارحمني ويفتح قلب يفتح عني افهم عشان اعيش سلطانك الحقيقي وعيش السلطان اللي ليه فيك انا خلتلكوا الدنيا ضلمة معلش بس بس انا انا نفسي مرات كتير عاود اقول لي يا رب يعني نفسي اعيش لك قوي ونفسي افهمك قوي ونفسي جواي قلبي يتغير وبقى يا رب عرفاك بس يعني بحس دايما انه ده سع لان فيه قانون تاني بيعمل فيض بيضاد القانون ده وللاسف ده قانون قوي لان ده قانون الجسد قانون اللحم والدم فكل يوم احتاجين زي بولس لما قالها كتير قوي لحبيب وفي افاسوس وفي كلوسي وكرونسوس انا بصل لكم وبحن ركبتي وبتضر عليكم عشان عنيكم تتفتح عشان قلوبكم تتفتح تفهم لان ده محتاج اعلان من الله زي ما قالها الرب يسوع انه لبوتر السنو لحما ودما لم يعن لكن لكن ابي اللازي في السماوات ده حاجة ما ينفعش نقولها بعقلنا ده حاجة ما ينفعش تفهمها بعقلوه لازم ربنا يعلن جواكو عشان تفهموه غالبا نهارده كلنا هنشيل الولاد نفسي اقرار لكم الحتة الال فيها الرب يسوع المسيح المقطع ده في متى 11 متى 11 و25 ونفسي النهارده نتصنف زي الاطفال في ذلك الوقت اجاب يسوع وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال نعم ايها الاب لان هكذا صارت المسارة امامك ويكمل الحتة بتاعتنا لانه قد دفع اليا كل شيء قد دفع اليا من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اوريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديعوا متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف هي دي لانا سأقولها لكم نهاردة لو هنبص المملكة يسوع المسيح لما هنبص لرياسة الرب يسوع المسيح رياسة الابن هنلاقي فيها دي لانه حمله هين حمله خفيف الكتاب يقول انه مراحم الاشرار قاسية وفي سؤال حطاء ايمان بتقول انه ابليس كان ناوي يدي الرب لو الرب سجد له كان ناوي يدي له حاجة من اللي قال عليها كنت عملك اعرف امثال وجات قدامني الاية دي انه امثال سبعة انه ابليس يتكلم يتكلم وبعدين كثور يذهب للزبح وكالغبي الى قيد القصاص اوعى تصدق وعى يعني اوعي تراهني ما بين الرب وحدتين تقارني ما بين الرب وحدتين لانه كالكثور الذي يذهب للزبح وكالغبي الى قيد القصاص ابليس ما يديش حاجة ولا العالم ما يديش حاجة احنا بنسرع للضرر من يختار رب يختار الحياة لكن اللي بيابد عنه بيضر نفسه انا نفسه اقول لكم انه نير الرب هاين وحامله خفيف لو ندور على ملك ولا على ريس زي ما كل الناس بتعمل لما تيجي تختاري ريس تختاري حد وديع عشان الوديع ده هيحس بيك قبل هيبقى نيره هاين وحامله خفيف دي رياسة الابن ابدا ما يخدها بالعافية لو كان عايز يخدها بالعافية كان خدها من زمان كان خدها بتطور كتير قوي لكن ما يخدهاش هو عايز قلبي يحبه وده الرهان اللي بينه وبين ابليس لغاية النهاردة هو عايز قلبي يحبه القلب اللي يحب الرب قوي يتعلق بي ويجري عليه حتى لو هيذبحه زي ما قال ايوب يذبحوني لكن اصق فيه لكن احبه ما سيبهش هو عايز قلبي يحبه فانا نفسي نقول لرب نحن نريد أن نذهب لنفسنا، نحن نبقى معك يا رب، نضع كتفنا مع كتفك، وهنا هناك أسئلة كثيرة عن الكتف، لا نحن كتفنا أبداً للعالم لكي نجده أخضر وجميل وبيضي حاجة حلوة، مثل ما عمل يا ساكر، لا، نحن كتفنا للرب، ونشيل المسئولية معك أيضاً، ونقول للرب نحن نريد أن نريد رئاسة بك، نفسي أرى لكم شاهد تاني مشغولة به خالص، في أشعية سبعة وخمسين، أشعية سبعة وخمسين، وعدد خمستاشر، اللي استمتع برياسة الرب قوي، ده برضو ليه مواصفات خاصة، بيقول لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد، القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنصحق والمتوضع الروح، لأحيي روح المتوضعين، ولأحيي قلب المنصحقين، دول المزات ودول الصفات بتوع الناس اللي بيتمتعوا برياسة المسيح، دي مملكة المسيح، مش ناس قوية، مش ناس أبطال، ومش ناس، لا، صفاتهم من هم، يعني متوضع الروح، منصحق ومتوضع الروح، شخص منصحق ومتوضع الروح، ده اللي يستمتع بسكن الرب، وبقرب الرب، وبرياسة الرب، فسامحوني، يعني أنا مش مش قادرة أركز قوي في كل الأسئلة، معناها الأسئلة رائعة جداً، بس عايزة أقول إنه دي الفكرة لنفسي كلنا نقول لرب اعمل معروف، قبل ما نسيب الأرض هنا خلينا نشوف رياستك، وخلينا نستمتع، نشوف رياستك، نشوف سلطانك، ونعرف الفرق، مين المجنون اللي يختار رياست ديبليس؟ القاسي جداً، سيد قاسي جداً جداً، كل اللي خرج من تحت إيده مهربت، مهربت النفس والروح، وبنشوف كل اللي بيرجعوا من وراء البيس بي وشكلهم إيه؟ مين يختار يا رب؟ مين يختار الرياسة دي؟ بس بنختارها، لما بنضي له مساحة، وبنضي ديبليس مساحة، بنختارها، لكن خلينا نقول له رب لا، يعني قاسي جداً جداً، عايزين رياستك أنت، عايزين رياستك أنت، عايزين سلطانك أنت، السلطان بتاعك اللي هو، يعني سلطان، سلطانه حقه، هو سلطان حقيقي، سوا إحنا رضينا ولا مرضناش، لكن إبليس بس بيبقى رئيسه سلطاناً، نحن بنديره المساحة بتاعته، وخلينا كل يوم نفتكر أنه، رب يسكن في الموضع المرتفع المقدس، لا يستطيع أن يصل له أبداً، لكن مع شخص واحد، فقط غير الموضع المرتفع، هو مع المنصاحق والمتوضع الروح، غير ذلك، لا يسكن، لا يستطيع أن يكون موجود، ربنا يساعدنا، ربنا يساعدنا، ونفسي كنت أعلق على الكتف، يعني عندما قرأت الآيات الرئاسة على كتف المسيح، وعلى كتفنا، قلت، يا ربي اللي يبص على كتفي لأيه، مليان ايه، ومنحنل ايه، وانا، أنا حاسة أن أنا، إذا اللي يبص على كتفي لأيه مشاكل، وهموم، وأتعاب، وشاجات كثير قوي، مفوضة، ومش كده، مفوضة أن أضع كتفي معاك يا ربي في عملك، وأبقى، اللي شغلني شغلك، واللي شغلك شغلني، وأننا نحن الاثنين، شايفين زي بعض، لكن كتير بيبقى، إحنا منحنين تحت أحملنا وظروفنا ومشاكلنا، لذلك مش قادرين كمان نشوف، إيه اللي على كتف المسيح، إيه الحلو اللي على كتف المسيح، اللي عايز يبقى كتفنا معاه، زيه، وعشان كده يقول نيري، يعني، يعني، ربنا يباركوا، وربنا يفتح عينينا، أن المسيح ريسنا، هذا أحلى رئيس، يعني، وإبليس قاسي جدا، نصلي للنفوس البعيدة، التعبانة، اللي بتعاني تحت سلطان إبليس، نقول رب حررها، حررها، وخليها تنطلق، وتيجي للحرية، وتأخذ نفسها، وتفضل تختارك، تفضل تختارك، عندنا النهاردة، نورة، كل ما فكر فيها، لغة موزة، أهلا بك، منورنا، نورة من الناس اللي حبت المسيح عشانه، اللي حبت المسيحية عبرها نورة، فلما سمعت اختبارها، هي حبت المسيح عشان المسيح، مش عشان أي حاجة تاني، ورب راهن عليها، كان مراهن عليك من زمان قوي يا نورة الرب، أنك هتحبيه عشانه، مش عشان أي حاجة تاني، ربنا يباركك يا نورة، أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بيك، أنسي بالدكتورة فاتنة، ربنا يدينا نعمة أن رياسته تنمو في حياتنا، السلام هيسود في حياتنا، ربنا يدينا نعمة، نورة تقدري تقول لنا حاجة صغنونة؟ أهلا؟ يعني من اختبارك، بتقول يعني، عفاف متشجع قوي باختبارك، فلو في كلمات صغيرة، يعني عشر دقايق، ينفع؟ أهلا بيك، طب هو الرب في البداية، في بداية الخلق، عمل فصل بين مياه ومياه، مش كده؟ تيجي نصلي، علشان يعني الرب ده هنا، نصلي كده أن الله يحفظه في قلوبنا، ويكون بيعمل بيه، قبل بقى ما نسمع للحاجة التانية، ممكن نصلي لمدة ثواني، يا أبونا السماء بنعظمك، وبنعليك، بنمجد اسمك، وبنرفعك يا رب، أنت يا رب العالي، أنت القدير، أنت يا رب اللي تستحق يا رب، أننا نيجي ونسجد عند أقدامك، معترفين بفضلك وبمعروفك، وأنك أنت يا رب اللي أحيتنا من الموت يا رب، وأنت يا رب بنفسك اللي نقلتنا من سلطان الظلمة، نقلتنا إلى ملكوت ابن محبتك يا رب، كل واحدة فينا لما تتساءل إيه اللي فيها، يا رب كان كويس علشان يا رب، يخليك تعمل هذا العمل يا رب من أجلها، ولا حاجة يا رب، ولا حاجة، زي ما بتقول كلمتك يا رب، ضربة طرية يا رب، ضربة طرية من فوق لتحت مفيش ميزة، كل عيوب، لكن أنت عظيم، أنت اللي مريت بينا، وكان زمننا زمن الحب، أي حب يا رب، أي حب، أي حب يا رب، حب يا رب عظيم، حب يا رب مالوش مساحة يا رب، ما يقدرش نعرف له رب طول أو عرض أو عمق أو ارتفاع محبتك يا رب، لا توصف، لا توصف نعظمك، نعليك، نمجدك يا رب، شكرك يا رب، بنصال يا رب أنك تبارك يا رب بنتك يا رب، اللي تكلمت بكلمة الحياة يا رب، بنصال يا رب أن كل كلمة يا رب تكون تأتي بالثمر يا رب بإسم الرب يسوع المسيح، وأن كل ما يقال وما يعمل يا رب يكون فقط لمجد إسمك، وتعظيم شخصك الكدوس المبارك لأنك مستحق، في اسم يسوع، آمين، آمين، هي تنتموزة، أنا كنت بقولها في اسكندرية، قبل ما أتجوز بكده كنت بقولها يا ماما، وتنتموزة الرب أنقذها من الزبح، عارفين كان يحصل الله هذا الزبح بسببه، عارفين الإسلام، محمد قال حديث عن نفسه أن أنا أتيتكم بالزبح، فأشكر الله أن أنقذ ماما موزة من الزبح، لأنها كانت حصلت مشكلة كبيرة، وكانت فيه مرأبلية، وكان فيه واحدة صاحبتي فتنت عليها، كنت جبتها يا أختها اللي تنتموزة عشان تصليلها، كانت مقيدة، وفضحت الدنيا، المنطقة عندنا صعبة شوية، فيها إخوان وجامعات كتيرة، وأنا نفسي ابن عمي، كان هو اللي بلغ علي الجامعات عشان يموتوني، وطنتموزة دخلت في الموضوع، لكن الرب أنقذني وأنقذها، نشكر الله، ونمجد الرب العظيم على عمله، بداية طبعاً، كما تعرفون، أي حد ناشئ في بيئة إسلامية، إما يكون حد متشدد، أو حد معتدل، أو حد مالوش في حاجة خالص، عندنا الأسرة ناس بوسطة، لا يهمش في حاجة خالص، لهم أن يعرفوا أن هذا الدين، وهذا ربنا الذي نعرفه، وهذا الذي سنستمر أن نعرفه بهذا الشكل، وهذا الذي سنقدم له هذه العبادة، وخلصت، بعد أن نموت، سيحصل ما؟ جنة أو نار؟ من يعلم؟ الله يعلم، لا أحد لي في أي شيء، من وأنا صغيرة، ما يرى؟ الرب عمل، أو كان يعمل معي خطوات، لكي من خلالها أكون أعرفه، لأن الرب لي خطة في حياة كل حد فينا، لا يوجد شيء اسمها صدفة، نحن تكون اختياراتنا، التي ينتج عليها بعد ذلك، استمرارية حياتنا، لكن الله من البداية، ما شئت لكل حد فينا، أن نعرفه، أن نكون في علاقة حقيقية معه، لأنه لم يجد عمل كل هذا، لكن هناك ترتيب، وخطة، وصنيع، الله يعمله، وخطوات الله يعملها، لكل حد فينا، فالخطوات اللي كان يعملها معي، كان ممكن أقول، أن يعملها من قبل أن تولد، لأنني عندما جاءت الدنيا، وكان عندي سنتين أو أقل، أمي ماتت، فعشت مرحلة من التفولة، التي لم تكن تفولة، تفولة ليست مستقرة، وليس لدي صدر، يستند إليه، أو حتى يحس بها بالأمان، وبعد ما ماتت، بابايا سافر شوية، وسبني عند جدتي، وكانت الحياة أيضا، مستقرة قوي، وبعد ما رجع، اتجوز، يعني كل ده، على خمس سنين، كانت كل الدنيا دي حاصلة، يعني، اتجوز، وكانت مراته، عشان هو كان وقتها عنده حوالي أربعين سنة، فما كانش فيه حد، هيرضى، أنا كنت أنا وأختي، بس، وكنا، يعني كنا، البقين، اتنين بنتين اللي بقين، من تلتاشر، ولد وبنت، كان أخواتي، كنا كلنا تلتاشر، وكانت أمي ماتت ويا عندها تلاتة وتلاتين سنة، وكانت مخلفة تلتاشر، وإحنا بس الاتنين اللي فضلنا، المهم أن لما بابايا رجع، وما كانش حد بيرضى أن هو يتجوز واحد متجوز، فجاب واحدة من الأرياف، وكانت صعبة جدا معنا، صعبة جدا جدا جدا، فالمهم أن أنا بعد كده دخلت المدرسة، وكان في المدرسة مدرسة مسيحية، قرهتني في المسيحيين، وفي المسيحية، وفي كل حاجة، أنا كنت صغيرة لسه في قولة ابتدائي، ولا معرفش، معرفش الدين، معرفش الكلام ده، فجابتني مدرسة مسيحية، بقى عندي حاجتين، حاجتين صعبين جدا، مرات أبويا في البيت، والمدرسة في المدرسة، يعني كنت في المدرسة صعب ودمار، وفي البيت دمار من كل جهة، وكنت كطفلة أصلا، محستش بدفولة، ولا بأمان، ولا الدنيا دي مرت علي خالص، خالص، ولا حنان أم شفته مثلا، ولا كان أب نهائي، يعني نفس المفهوم الأبوة، الله اللي صلحه في حياتي، لأن الأبوة كانت ملهاش معنى، ملهاش وجود، هذا الأب أناني، أريد مصلحته بس، هذا اللي أنا شفته، هذا اللي أنا عرفته، بعد كده، لدركة أن أنا وانا عندي تسعة سنين، حاولت أني أنتحر، حاولت أنتحر مرتين، وانا عندي تسعة سنين، وانا عندي خمستاشر سنة، لكن لأن الله ليه ترتيب، وليه خطة في حياتي، الله بنفسه اللي سمح، بالمدرسة دي تكون في حياتي، كممكن لو ما كانتش موجودة، كنت عشت عادي، خالص، الدنيا ماشية، لكن المدرسة دي، هي اللي حركت فيها حاجات ما كانتش في بالي، ما كانتش في بالي خالص، يعني أنا كفاية عليها المعاناة اللي أنا فيها، وأنا مش نقصة، لكن المدرسة دي حطت عليها حاجات تانية، إن فيه حاجة اسمها المسيحية، وفي حاجة اسمها المسيحيين، في الوقت اللي أنا كنت بعاني فيه، من المسيحيين، ومن بقاوم الكره ده، مش قادرة، كنت في نفس الوقت ده بتساءل مين هو المسيح، كان عندي تساؤلات، لكن أرجع للحتة بتاعت، وانما كنت بنتحل، أنا عن تسعة سنين، مسكت كان عندنا في اسكندرية حاجة اسمها البوتوس، لو حد يعرفوا، هي صودة الكوية، كانت في برطمان كده، كانوا زمان بيستخدموه في الغسيل، وحاجات دي قبل التطورات دي، فأنا مسكت إزازة الكوضاس دي على، بوقي كده عشان هاشربها، فيه صوت سمعته، قال لي لا، ما تعمليش كده، خفت، فسبت الإزازة وخلاص، خلاص، بقى كده مش هعمل كده، بعد كده حصل موقف تاني، وأنا في المدرسة، إن المدرسة، كانت بتلاكيكلي على أي حاجة، برغم أني كنت شاطرة، لكن كانت بتلاكيكلي أي حاجة، كان اسمها ناديا ياسا، ناديتني، وبتضربني على أي حاجة، فترفع العصاية كده، وهي قاعدة عشان تضربني، فأيديها فلتت، لا، سوري، وهي عايزة تضربني أدايا، أنا شلتها من الخوف، وهي بتضرب، لما أدايا فلتت، جت العصاية على رجلي، المهم قامت ضربتني بكل ما أعطيت من قوة، اليوم ده، أنا خرجت من المدرسة على الكنيسة، مسكت ناديت الولاد الصحابي، في شارعنا كنيسة رسولية، قدتهم توب، وظلت من الشارع، وقلت لهم، يلا، نحد في الكنيسة دي، دول كفر، من اللحظة دي، خلاص، أنا كرهت الدنيا دي، الله حدت جواية تساؤلات، كانت جواية، ما كنتش لقالها إجابة، بس كان الحل القاطع إن الطريق ده لأ، بسبب التصرف بتاع المدرسة دي، لأ، أي فكر بيجيني طب المسيح طب الصليب، لأ، أنا بقى في عداوة، بقى في دافع جواي، إن أنا هنتقم من الناس دي في يوم الأيام، كان عندي مخططات كتير قوي، وهدف كتير قوي إن أنا هكون في الجهاد، هشتغل، يعني هتنقب، وابقى مع الجهاديين، وكنت ببدعي ربنا من أجل كده، وبسبب الحالة الصعبة اللي أنا كنت فيها، والحالة النفسية اللي غير مستقرة، والحالة العاطفية اللي غير مستقرة لطفلة، التجأت بكل مشاعري لله، الله اللي في الإسلام، فبقيت بصلي بكل طقتي، كنت بتلكك على الصلاة، بتلكك عشان أصلي، أروح الجامع على مهلي، كان في حديث بيقولك إنك ترفع حسنة، وتحط، ترفع سيئة وتحط حسنة تقريبا، فكت بتلكك إن أنا أجمع حسنات، وإن أنا أعمل كل اللي علي في الإسلام، الجامع يوم الجمعة، أصغر واحدة في الموجودين، كنت أبكي بالدموع لما أسمع القرآن، كان عندي حالة إن أنا بتلكك عايزة أعرف ربنا، بتلكك عليه، أروح الجامع، يبقى مثلا علي الصلاة، أقوم صلي ركعتين تحية المسجد، وركعتين شكر، بتلكك إن أنا صلي، ليه؟ لأن كنت عايزة أهرب من كل الواقع والألم اللي أنا في ده، ومش حاسة بالحب، وعايزة، أو بدور إن أنا ألاقيها مع الله، فكنت أصلي، ومحسش بوجود الله، ما تلامسش معي، كنت أضع الملاية، أقول ممكن عشان حد رايح جاي، أضع ملاية، أضع ملاية سرير، وأغطي، وشي، وأغمد عيني، عشان أتلامس مع وجود الله، وأحس بي، ما بحسش، أقول له، طب أنا أنا بحبك، أنا عايزة أحسنك بتبدلني الحب ده، ما فيش، طب حتى عايزة تطمن على أخرتي، ما فيش، ما فيش، كنت أركع على الأرض بعد الصلاة، وبعد ما خل الصلاة، ما فيش، فكنت بعد ما خل الصلاة، أسجد على الأرض، وأبكي، أبكي بالدموع، وأقول له، طب ما تخلنيش حتى أكون في جهنم، طب خلني أكون معاك، حصل بعد كده، عشان أختصر خالص، أنه، لما جيت في مرحلة، بتاعت المرحلة السنوية، مرت أبوي قالت لي، مش هتكملي، كان ممكن، وقتاك ممكن، كنت هدخل معهد، وكنت هدخل جامعة، وكده، وكنت كان فكرة أن أنا هكمل التعليم، فقالت لي، لا مفيش، مش هينفع، مش هتكملي، ولا تأخذي أي حاجة، روح يشوفي حياتك، واشتغلي، فدورت على شغل ما كانش فيه، في واحدة صاحبتي جابت لي شغلة عند حد مسيحي، رفضت، وهم كانوا يعرفون أنني لا أحب المسيحيين، فقالوا لي، فصاحبتي قالت لي، أحسن ما تعودي في البيت، اشتغلي، روحت، اشتغلت، وأنا في ذهني شيء واحد، وفي مخيلتي صورة واحدة، بس، إن الرجل ده، وعيلته، لازم يكونوا مسلمين، وكنت بتخيل كده، أنه يصلي، وقدامنا، وأنا أولاده، ومراته، نصلي، كالصلاة الجماعة، فأنا دخلت عنده، للشغل، وأنا محملة كل الكره للمسيحيين، وكل اللي في ذهني، يعني أنا راح أشتغل عند، مع حد، أنا كرها أصلا، من قبل ما تعامل معي، والعرف هو مين، كفاية أنه مسيحي، كفاية أنه مسيحي دي، برغم أن أنا، في وقت مشغوليتي في المسيح، كنت بروح، في كنيسة في صيدلية، اسمها صديد دكتور سامير عبد الشهيد، هناك جنب البيت، كانت على طولته بأزحمة، وأنا سأجيب شيء، كان حطت صورة المسيح، وهو عمل كده، يقول أنا هو هو، فكنت بص للصورة، وأقول له، أنت هو هو مين، أنت مين، وقف كده، وكنت كل ده، كنت، ما كنتش كبيرة، يعني كنت صغيرة، المهم أن أنا عادت خمس شهور عند الرجل ده، وأنا بتحدى، وأجيب له أسئلة، عشان يعني يجاوب عليها، وهو برضو يعني، كان دنيا الخوف شوية، كان لسه في مصر، فما كانش بيحب يجاوبني يعني، لإلا روح أقول لحد حاجة بتاع، فما كانش بيجاوبني أو يعني، لغاية لما خمس شهور، وبعدين قال لي بصي، لو أنك عايزة تشتغل، يسيبك من الدنيا دي، وخليك في الشغل، فأنا قلت خلاص، أنا كده فرحت جدا، وخلاص، هو كده خسر المعرك، فالباقي أن أنا هاخد الإنجيل، ووريله المتناقضات اللي فيه، الكرآن بيقول لي أن الإنجيل محرف، يبقى لازم يكون محرف، أنا بسك في الله، وبسك في كلامه، وبسك في أنه هو الذي قاله صح، قال الإنجيل محرف، يبقى الإنجيل محرف، خدت كده اللي هو العهد الجديد الصغير، وبدأت تقرأ، في البداية تقرأ بطريقة، وباستهزاء كده قدامهم كلهم في البيت، ما حدش كان سائل، لكن خلصت إنجيل متى، وأنا، في فترة القراءة للإنجيل، كانت تحصل أشياء، أنا ما عرفش أشياء هذه تحصل ليه، وبتحصل إزاي، أنا في مشاعر جواي بتتبدل، أنا في حاجات ما كنتش فهمها ولا عارفها، حس أن أنا بقيت عرفها، أنا كنت يعني كده، يعني زي يقولون كده، يعني هوجاء كده، بقيتها هادية، كنت عصبية، عصبية جدا 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 في موضوع الدين، وكنت بكره المسيحية أو المسيحيين، وتابع عليهم المسيحية بعنف، بشدة، فبدأت أشعر أن هناك شيئات تهدى، هناك شيئات تتغير، هناك طمأنينة، هناك شيئات، هناك نقلات تحصل، وأنا لا أعرف ما هذا، خلصت قراءة إنجيل متى مرة، فجبت كراسة لكي أبدأ أكتب متناقضات وطلحها، أنا متعودة أن أكتب دعاء، في كل أي كراسة عندي، يجب أن أكتب دعاء لله، كان الله كل شيئا عندي، أفتح الكراسة لكي أبدأ أكتب دعاء، أدخل البيت لازم أصلي، أخرج لازم أي شيئة، عندما حدث كنت أحاول أنتحر لتاني مرة، كان عندي 15 سنة، وكانوا أريد أن يجوزوني حد أنا معرفوه، يعني حد من القريب، وما ليش علاقة بي، وقلت لهم لا، ضربوني، فتعبت، قلت إيه، يعني، ولا طفولة عشتها، ولا مستقبل، سامحين أن أعيشوا، قلت للميت كل الأدواء اللي في البيت، كابسولة، وبرشامة، وقراصة كلهم، وحطيتهم في إيه، وشربتهم، ونمت، قمت، يعني قمت بعديها، تقريباً تاني يوم لأنني شربتهم بالليل، مع أن أصلاً لما نشرب أي أدواء، والنمدة ليس جيدة، أنا قمت مثل الفل، قمت كويسة جداً، يعني كمية البرشام كان تموت أي حد، أنا لأ، قمت كويسة جداً جداً جداً، قمت عملت إيه؟ لما لقيت نفس إيه عايشة، قمت صليت ركعتين شكر، قلت له أنت عملت كده عشان تحيني وأنا بشكرك، واعتذرت له واستغفرته، حتى لما كان عندي أسئلة، واروح للشيخ في الجامع، يقول لي السؤال ده غلط، من فحش تقوليه، قولي وراي دعاء رد الدين، فقول ورد دعاء ورد ديني، لأنني مجرد أنني سألت، أنا كده خسرت ديني، وأقول وراه، تعبوني، عففوني وراهم، لكن المهم، كنت وصلت إلى غاية إيه، سوري، آآ، ده خلاص، والرب أحياني، المهم، وصلت لأنني أكتب المتناقضات، أنني أطلع المتناقضات، أنني أطلع المتناقضات دي، ليس لقية، قلت أنا ليس لقية كلام، هذا القرآن يقول يتكلم في المهد، الإنجيل ما قاله، الإنجيل ما أضفلوش أنه أتكلم في المهد، ده هو قيل نفس المعجزات، بل ده ضايف عليه، لكن، قلت دي حاجة واحدة بس، اللي أنا هكتب عنها، أن المسيح، لما كان بيعمل كل حاجة، كان بيعملها لأنه بيحب، لأنه تحنن، كلمة تحنن دي، هي سبب أن أنا عرفت الرب يسوع، كلمة واحدة، لأنه تحنن، كل الإنجيل اللي أنا مصدقة أنه هو تحريف، كل الإنجيل اللي أنا كنت مصدقة أنه هو كذب، كلمة واحدة بس منه، غيرت كل كياني، وغيرت كل حياتي، قلت له، كله بيعمل كله، كله يعرف يعمل أي حاجة، لكن محدش يعرف يا تحنن، لأن أنا في حياتي كنت محرومة من النقطة دي، أنا لقيتها عندك، وابتديت أن أنا مرة تانية أحكي لأن الرب يتعامل معي من خلال الأحلام كثير قوي، لكن الحاجة اللي عايزة أقولها، إن من شدة ما أنا كنت بحب الإسلام وبحب الله اللي في الإسلام، كنت شايفة إن القرآن ده كلام الله، اللي أنا عرفه، ما نفعش إن أنا أقتني كلام الله بحاجة تفهى، اللي هي الفلوس، فجت، وأنا كان ساعتها عندي 17 سنة، جت لجنة للتبرع بالدم، وقالوا اللي هيتبرع بالدم هيتدوله خمسة جنيه، بس ما يكونش أقل من 18 سنة، أنا أكذبت، وقالت له ما أنا عندي 18 سنة، وكنت عندي 17، في الوقت ده كنت لسه ما معرفتش الرب يعني، لكن اللي حصل ده، اللي حصل قبل ما أعرف الرب، الرب يكلمني فيه بعد ما نعرفته، فأخذت الخمسة جنيه دي، اشتريت بها القرآن، قلت له أنت كلامك غالي، يعني ما ينفعش إن أنا أشتريه بفلوس، فلوس تفه، صنع الإنسان، لكن الدم ده صنعك أنت، هذا الكلام ده، وأنا ما عرفش الرب يسوع، وأنا في جهلي، لكن لأنني بقولي الرب بيعد، الرب بيعد كل حاجة فينا، وبيعد كل حد فينا عشان يكون له حياة، وحياة أفضل معي، فلما عرفت الرب، الرب يسوع قال لي، وذكرني بالموقف ده، وقال لي كده، أنت في يوم من الأيام، اشتريتي هلاكك بدمك، لكن أنا، ومن قبل، ومن البدء، ومن قبل ما أخلاقك، أنا اشتريت نجاتك بدمي، كان لي فين أن أنا أعرف موضوع الحب، موضوع المحبة التي تبذل الرب يسوع دمه، لما جيت أن أنا أستعمل دمي، استعملته الهلاكي، لكن هذه هي محبة إلهنا، الرب يسوع اشترينا بدمه، لكن هناك حطة أيضا، يعني أنا أحاول أن أركز، لأن أنا عندما أقول اختباري، أعرفين بقى ماذا؟ أنا أركز، وأجيب النقطة الرئيسية، بعد ما عرفت الرب يسوع، وابتدت أن أحس أن هناك فرق، وابتدت أن أحس فعلا، والرب يكلمني في هذا الحصول، وحست فعلا أن أجدت الضالة بتي، وجدت ما أريده، وملكياني، فضل قدامي واحدة، وقت الحيرة، وقت النقلة، فضل قدامي الأب والابن والروح الكدس، كيف يكونوا واحد؟ الرب يسوع بيقول، كلمة الله تقول، لا أحد يقدر يقول يا سوع رب، إلا بالروح الكدس، عمل الروح الكدس في حياتي، كان حلم وبسيط قوي، حلمت أن أنا في مكان مرتفع، وقصادي حد، لكن بينه وبينه لسا فيه هوة، وهذه هوة نزلة تحت، هناك صدقه وراي، يقول لي، انزلي خذي مكانك تحت، لكن هناك شخص موجود في الناحية الثانية، يقول لي، اوعي تنزلي، لا تعمليش كده، اوعي ترمي نفسك، هذا الصوت الذي قال لي، لا تعمليش كده، هو الذي قال لي، عندما كان عندي تسع سنين، وجدت انتحر، قال لي، لا تعمليش كده، أنا عرفت، قلت له، أنت هوة، بصيت كده، وجدت فيه كرسي كبير، خشب، دخله كرسي صغير، من نزل منه ثلاث سلالم، قلت، ليس محتاج أنك توريني منظر، لأن أنت هوة، هوة، أمين، نشكر ربنا من أجل رئيس خلاصنا، هو اللي اتعمل مع نورة، وجذبها، لأنه هو رئيس الخلاص، معنا كمان أخت جاية ضيفة أول مرة، وسكنت قريب جنبنا، لأخت نوال، تكلمت النهاردة، ونفسها تحضر، أخدت برنامج الكنيسة، ونتشرف بك يا أخت نوال، شرفتنا، الاجتماع الشهر الجاي إن شاء الله، مش هيبقى السبت الثالث، هيبقى الثاني، لأن الثالث صباح تاني يوم، إيماني استني ما تمشيش، صباح تاني يوم، هيبقى الاحتفال بالقيامة، فهنخلي الاجتماع إن شاء الله، السبت الثاني، اللي هو يوم 12، السبت الأول من الشهر هيبقى المؤتمر، نتمنى كلكم تيجوا، المؤتمر هيبقى الجمعة والسبت والحد، من أبريل، أول ويكي اند في أبريل، يا ريت إيمانت، ربنا شغلها بأي تأمل، نختم به فرصتنا، وبعدين تختم لنا بالترنيمة الأخيرة، ما فيش كلام يتقلت يعني الحقيقة بعد عمل ربنا، اللي بنشوفه في حياتنا، في حياة اللي حوالينا، كلمة واحدة، كلمة مقولة في محلها، تفاح من زهف في مصوغ من فضة، بس اللي ربنا يفتح عينه، ويدي له الكلمة يكون مليان بيها، هذا اللي نعايز أختم به، المسيح مليان بينا، يعني نورة كانت في المسيح من قبل ما تتولد، هي جواه، فاكرين الآل بتقول إيه؟ ملء الذي يملأ الكل في الكل، مين ملء المسيح؟ إحنا الكنيسة، إحنا بنملا هو، إحنا بنملا المسيح، وده اللي موجود، سؤال 94، فيه ثلاث شواهد كده، نحن نأخذ من ملئه، من ملئه نحن جميع أخذنا، خذنا إيه؟ نعمة فوق نعمة، يبقى هو مليان إيه المسيح؟ نعمة، وإحنا بناخد من النعمة، الحاجة الثانية، إحنا مملؤين في الرأس، اللي هو رأس كل رياسة وسلطان، دي في كلوسي 12، هو رأس كل رياسة وسلطان، وهو بيملانة بالرياسة والسلطان اللي فيه، يعني نقرأ الآية علشان تبقى بس واضحة، يعني العلاقة مش ممكن، يعني زي ما قالت عفاف ربنا يدينا، إن إحنا نفهم، فإنه فيه يحل كل ملء اللهوت جسدين، وأنتم مملؤون فيه، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان، إحنا مليانين فيه، هو مليان نعمة، وإحنا بناخد نعمة، وإحنا مليانين فيه، وإحنا اللي بنملاه، متخيلين العلاقة إزاي؟ متخيلينها؟ أنا، كبايتين كباية كبيرة، كباية صغيرة، وكباية صغيرة جوه الكبال كبيرة، الكوباية الصغيرة هي مالية الكوباية الكبيرة وفي نفس الوقت الكوباية الصغيرة مليانة من الكبيرة فإحنا بنملاه وهو بيملانا وإحنا كلنا في في علاقة أكتر من كده وهو رأس كل رياسة والسلطان يبقى إحنا لنا الرياسة والسلطان زي ما سمعنا فيه سلطات بناخدها منه لنا السلطان ندوس الحياة والعقارب لنا سلطان إن إحنا كلنا مواهب وشفا لنا سلطان على العشر مدن هيدينا سلطان نحكم معاه هيدينا سلطان بس للمين للمؤمن الأمين الأمين اللي يفهم أن أنا مليان فيه وهو مليان فيه يبقى إيه الألم اللي يتعبني يبقى إيه المشكلة اللي توقعني يبقى إيه الحاجة اللي تخليني يؤدي سلطان تاني الإبليس أرجع تاني إبليس يتسلط علي هو مش يتسلط علي لكن بيخمني ويدحك علي ويدوس علي فيش حاجة مش حاجة في العالم تستاهل تاني أن أنا أنجذب لي وأنخدع به وأن أنا أعيش لي واحد قال جملة غريبة جدا قال لو كل المسيحيين عاشوا بأمانة مش هنلاقي واحد في العالم بيدين بأي ديانة تانية والعكس لو المسلمين عاشوا بأمانة للإسلام المفروض يقتلوا العالم كله فإيه شكلها الأمانة اللي ربنا بيطلبها مننا لهو نفسه بيملانا وإحنا بنملى المسيح فيه متياز أكتر من كده نشكر ربنا لأجل نعمته وبركته كل فيش مرة الحقيقة بننجي عند رجلية غير وبنتبارك وبنتعلم وبنفرح بالصمر الصمر مش بس خلاص نفوس الصمر فينا إحنا إن إحنا بنتبني إحنا نعرفه أكتر إن إحنا تتفتح أكتر ده الصمر الحقيقة ولما نكون فيه اجزبني ورائك فيعمل إيه فنجري كلنا هنجري مع نجزب النفوس معنا وإحنا بنجري وإحنا مش محتاج بقى ندراسات عشان نشوف إزاي نخلص النفوس إزاي مش محتاج كده إحنا نتملي بس بيه نتملي بكلمته والنفوس هنلاقيها بتجري معنا وإحنا بنجري هما بيجروا معنا أمين الورق الجديد مطبوع ورق أن نوزع في حاجة نختم بها نختم بالترنيمة طيب راندا بتوزع طيب نختم بالترنيمة إحنا بنرحب بكل أحباءنا الجداد ومفسطين تكونوا معنا وإن شاء الله تكونوا معنا في كل اجتماعات الكنيسة كمان مش بس النهاردة نقوله تعالى أملك علينا روحك يعمل فينا نتغير عن أشكالنا يكمل عملك وسطينا ترنيمة رقم 14 في الكتاب أربعة طوش أربعة طوش ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة 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 للمشاهدة